فهذا أمر نجيب للإنسان أن يتفطنه ويتدبره ويفكر فيه دائما وأبدا وخصوصا بعض كبار السن إذا تقدمت به السن واعترت الأمراض والعلل وساءت نفسيته ومزاجه يبدأ يتضجر ويسب وينح بذلك فقس على ما مضى احسب الذي مضى هذه الدائرة الثانية قلت لن تستطيع أن تثبت في البلاء ولا أن تتجاوز الامتحان ولا أن تتخطى الألم والحزن والفقد وعدم تمام بالأمنيات بتعريف خمس دوائر الدائرة الأولى أنه والله عندك الدائرة الثانية من أنت الدائرة الثالثة ما هي الدنيا أعد تعريف الدنيا إن كنت تظن أن الدنيا دار نعيم وأنها جنة وفردوس أرضي فقد عرفتها تعريفا غير صحيح وإنما الدنيا دار ابتلاء طبعت على كدر فكيف تنالها صفوا هذا قضو في الإمكان لقد خلقنا الإنسان في كبد الأصل في هذه الدنيا أنها دار متحان وتعب وابتلاء فإذا عرفتها بهذا التعريف إذا جاءك الابتلاء صبرت قلت هذا هو طبع الأيام واضح؟ ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار هل يمكن أن تدخل البحر وتشعل جمرة؟ ما يمكن أن تدخل البحر وتشعل جمرة لأنه ما يمكن أن الماء والنار يستمع فالدنيا طبعها على الألم الدنيا طبعها على الكدر وإنما المستراح الجنة إنما المستراح هناك الجنة عند قيل الإمام أحمد متى الراحة؟ قال عند أول قدم تضعها في الجنة هناك الراحة ثم فإذا عرفت الدنيا فإذا جاءك الابتلاء قلت هي على أصلها أما إذا عرفت الدنيا على أنها دار الخلدي ودار النعيمي وأنه ليس فيها إلا القصور والزوجات والأولاد وكذا وكذا إلى آخر فإذا جاءك الابتلاء فإنك في هذه الحال تفقد صوابك ويجن جنونك ثم الدائرة الرابعة هذا تلخيص لكل ما مضى في الدرس الماضي الدائرة الخامسة ما هي آخرة؟ الآخرة عندك تعرفها إما نعيم دائم وإما عذاب دائم وما تقضيه في هذه الدنيا أربعين أو خمسين أو ستين سنة لا يساوي عشر معشار شيء ما تقضيه في قبرك